ليه النبي عليه السلام لم يعب طعام قطر ما قالش طعالة ده وحش وده حتى لما كان العنب من صحابه وبعدين كان الصحابه متعودين النبي عليه السلام يجي حاجة يأكل ويعطيهم فالمرة دي كانوا معطاهمش لأن العنب كان بايز ما كانش طازة كان بايز فقالولي يا رسول الله انت ليه ما عطتناش فقال يعني ان صاحبه جي وفرحان ان هو معطهوني وجاب لي حاجة فأنا محبتش يعني ايه انتوا ممكن تقولوا له كلمة ايزوه فهم مش علشان هو بس محترم وزوقه ورقيقه والنبي عليه السلام يعني حدا تحفى يعني ولا يحرج اللي قدامه علشان انت ما تتعودش دايما نقض 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 وده اللي صورة اللي بتتصدر للعزاب والشباب والبنات واللاولاد نقض نقض ولوم وتتعود انك تستصغر قيمة النعمة وهي قليل لا فالنبي علمنا مش بس انك تبقى زوق في الرد ومش بس انه يبقى عندك رقيه وإتيكيت وفن الرد لا كمان ما تتعودش انك تستصغر النعمة فتدي لهم ونقض عليها يا رسول الله لما روح يدعو الناس اهي صفتان قاله في ايه قاله الحلم والإناء قاله الحلم والإناء قاله هي صفتان انا جبلت عليهم ولا جبلت عليهم والتاني نص تكملت الحديث ان ربنا وضعهم فيك يعني ينفع نكس حتى اللي ما عندوش ينفع يكتسب فدي امل حب اللي عنده الصفة ودي امل اللي بيشوف هو ده ديه نعم لكن اجي اعمل صورة سلبية واللي عنده مشكلة عامل هالي ترند على الميديا والناس كلها بتابع المشكلات طيب دكتورة يعني باجابة مختصرة هيك ترزخ في الاذهان ما هي الصورة الحقيقية التي جاء بها الاسلام للزواج تمام اقول لك صورة جميلة جدا جدا وعايزة كل البنات اللي بتتفرج علي والشباب بيفتاقوا الصورة دي النبي عليه الصلاة والسلام كان متزوج السيدة سودة بنت زمع والسيدة سودة كان عمرها فوق التماني ست كبير وزهد فيها الصحابة بسبب كبر سنها نعم وهي أرملة زوجها مات شهير في الحرب وعندها ابنة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فلما هي اللي كانت حتى أعدت السيدة عشاء وعلمتها الطبخ وهكذا فلما جاء السيدة سودة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حتى من فتر كبرها كانت بتمشي كده تعمشي كده عشان تضحك منها مع سلم العلمات كبر السنية فأيطلوا يا رسول الله لا تطلقني أنا أحب أن أكون زوجتك في الجنة ولكن أعطي يومي لعائشة وياللي كانت أعلمتها وعطت يومها للسيدة عائشة وست كبيرة ويبقى التعلم بقى السيدة عائشة وكده الصورة اللي مونة السيدة مونة دلوقتي بتقول لنا عليها بتقول لنا إزاي تبقى صورة الزواج الصحيحة نبع السلام قاعد وحطت رجله إنحياد وهنا السيدة عائشة ولكن الثانية هنا عند السيدة سودة فالسيدة عائشة عاملة أكل مين معلم الأكل السيدة؟ السيدة سودة فجات بتقول لها كلي قلت لها لأ شو أكلة شو عايزة يا عارفة لي قلت لها لا تأكلن أو لا تأكلن لا تأكلن إما حط في وش قامت جاية قلت لها لا مش واكلة قامت جاية واخده وحطه في وشها فالنبي عامل إيه؟ قامت جاية أزح رجله وقدم سحل مين للسيدة سودة يلا ما انت عايزة ترد عليه فبقيت حربة عامل نعم دي الصورة الصورة إن بيحصل مشاكل تاني وبينها أجيب مع عمر بيني وبينك قلت له لأ لذا أجيبها وباكر قلت له أه ماشي قلت له كذا الصورة إن لما يحصل أمر الزواج لا بتاع ولا تشهير ولا إنتي ولا إحنا بنلاقي الدنيا باس نعم لقى الدنيا كترة وراحل في المسجد يا دعو ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم يجي يقوله قم يا أبا ترى قم يا أحسني إلى ابن عمك يا فاطمة دي في مشاكل آه لكن في حب في حب في حب من شيء وإحنا قلنا مأسر كتير لسيدنا عليه للسيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة مسلمة ومواقع من أسر حكمتها ورأيها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم دي الصورة أما تصدير الصور السلبية اللي بتشويها الميديا أو رفع سقف الطاقات أو إن أنا أخذ كوجهة اجتماعية أو قيمة هيفة بسيطة وانسى القيم الحقيقية من العفة والسكن النفس وتوأم الروح لقيمة الزواج الحقيقية فإحنا عايزين الوسطية في الأمر فتزوجوا ما تخافوش ولكن اختاري صح وانت كمان اختار صح